مصادر تتحدث عن وصول مدرعات وصواريخ ومدفعيات ومسيرات للحرس الثوري إلى حدود شمال غرب إيران مع العراق ما السيناريوهات المتوقعة برأيك أستاذ معين هل نحن أمام اجتياح إيراني بري قصف مدفعي أم ماذا؟ هو أولا حقيقة تلويح من الجانب الإيراني بالعصى الغليظة كما يقال واستعمال هذه العمليات العسكرية ستحل هذه العمليات ليس بالجديدة نحن نعلم أيضا منذ سنوات عديدة قامت القوات الإيرانية بتنفيذ عشرات الممارسات العسكرية الهجمات ضد أربيل ضد السليمانية بحجة وجود قوات معارضة كردية إيرانية أقصد تتدرب في هذه المناطق ومن ثم هناك حجج أخرى كانت بحجة هناك أوكار للتجسس هناك أوكار للإسرائيليين كما هو معلوم إذن إيران تستعمل هذه الحجج والذرائع في اتخاذ خطوات لا تنم على حسن العلاقة بين البلدين كجارين وصديقين ومن ثم السيناريوهات نعم تحركت هناك قطاعات عسكرية مع الآلة العسكرية طبعا على الحدود العراقية من جانب كردستان على الحدود الإيرانية أقصد لم تصل للحدود العراقية وطبعا الإشارات والتلميحات وما حدث اليوم في مطار عربت يعني هذا أحد الدلائل أنه المشكلة لن تنتهي وذهب للتعقيد أكثر كون أن الجانب الإيراني لديه طلبات لا يمكن للحكومة العراقية تنفذها كما ذكرت إن العراق أوفى بالانتزاماته أما وجود قوات معارضة أخرى تحمل السلاح بالضد من إيران في جغرافيا معقدة حتى إيران لن تتمكن من التخلص منها هذه مسألة حقيقة مطلب تعجيزي لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي ترجمة نانسي قنقر